طيب نقول بسم الله نبدأ على طول موضوع الآيلز أبتكلم أول شيء بشكل عام عن الاختبار أولاً أنتوا لازم تعرفون إيش نقاط القوة والضعف عندكم يعني أنتوا عارفين أنه الاختبار في أربع أقسام اللي هو listening, reading, writing, and speaking فأنتوا شوفوا إيش مثلاً نقاط الضعف عندكم واشتغلوا عليها أو ركسوا عليها أكثر شيء يعني مثلاً إذا أنتوا مرة بطيئين في القراية بالإنجليزي ركزوا على القراية أو ركزوا على الاختبارات حكت القراية ادخلوا في النت واخذوا اختبارات كثير اقروا كثير وكذلك يعني speaking أو listening أو writing نصيحة لكم يعني أكثر شيء فادني أنه تعملوا خطة للدراسة يعني مثلاً خنقول أنه رح تدرسون عيدس مدة شهر طيب كل أسبوع خلوها شيء وابدوا بأضعف شيء أنتوا فيها مثلاً أضعف شيء أنتوا فيها طيب مثل ما قلنا مثلاً أضعف شيء أنتوا فيه اللي هو reading خلوا أول أسبوع هو reading وركزوا عليه بتكونوا أنتوا كمبادين ومتحمسين فخلوا كذا مثلاً ثاني شيء أنتوا أضعف شيء فيه مثلاً writing خلوا ثاني أسبوع وهكذا طيب خلال الأسبوع كيف ممكن يكون الترتيب خلوا مثلاً أول يومين تتعرفون على الاختبار كيف بيكون على طبيعة الأسئلة على الطبيعة الأجوبة كيف حتكون مثلاً خنقول الreading لأنه فيه خيال مثلاً ممكن multiple choices ممكن أملأ الفراغ ممكن false or true أو مثلاً not mentioned ممكن يكون عندكم حتى جواب أنه ما كان مذكور مثلاً في قطعة القراءة وهكذا وإذا والله الاختبار حقكم مثلاً بعيد لسه بتدوروا لغتكم الإنجليزي شوي بتقولون يعني وش نخلي وش نغطي وش ن... بس اللي أكصده أنه مثلاً أبدو شوفوا أفلام بدون ترجمة أسمعوا أغاني إنجليزية بدون ما تفتحون مثلاً المعنى أو الترجمة بدون ما تقرون الليريكس أبدو أقروا مثلاً كتب اتدربوا أهم شيء مثلاً أنا قاعد أعطيت أمثلة كثيراً على reading مثلاً أبدو مثلاً تقرون قطعة حاولوا تعملوا لها skimming skimming اللي هو القراءة السريعة بحيث أنكم تاخذون فكرة بشكل سريع عن القطعة لأنه الوقت الدقيقة محسوب عليكم في الاختبار طيب في نهاية الأسبوع لما خلاص أخدتي فكرة عن الأسئلة الأجوبة أخدتي فكرة عن طبيعة الاختبار شفتي فيديوات عن reading مثلاً خلاص خلي مثلاً آخر يوم في الأسبوع من هذا الأسبوع اللي هو أنت تختبرين نفسك وتحطين timer يعني مثلاً ال reading أذكر كان 20 دقيقة task الأول 20 دقيقة task الثاني فحطي الك timer وأفتحي task الأول مثال على task الأول ومعاهل أجوبة أو الأسئلة وحاولي تجاوبينها خلال ثلث ساعة لل task الأول خلاص ال task الأول يلا task الثاني وثلث ساعة وشوفي نفسك أنت كيف سويتي في ال reading وعلى أساسها بتشوفين أنت والنقاط الضعف يعني حتى طيوعة الأسئلة يعني أنا أحيانا مثلاً كنت أواجه السؤال اللي هو كان true false ونت given كانت عندي مشكلة في النت given اللي هم يسألونك مثلاً هل هذه الفكرة كانت موجودة بالقطعة true false أو نت given طيب منبدأ الحين في الأقسام وأبدأها بالترتيب مثل ما هي جاية في الاختبار طبعاً أول قسم حيكون listening أول شيء تتأكدين طبعاً أنه الهيدفونز شغالة وإذا ما هي شغالة أرفعين تكو علميهم وإذا ما في سماعات أصغالي ما في سماعات إذا ما في سماعات حاولينك تجرسين قريب من التسجيل أو السماع الكبيرة يعني تقدرين طبعاً تطلبينهم إنه إذا انتماتيكات تسمعين كويس طبعاً تكونين أقرب ارفعوا الصوت وهكذا طيب نصيحتي لكم أول شيء بيعطونكم تقريباً دقيقة قبل ما يبدأ التسجيل يشتغل نصيحتي اقروا الأسئلة خذوا فكرة أبدوا بأول سؤال أول سؤال طبعاً رح يتلوب منكم خمس أو ست إجابات يعني فيه ست فقرات لازم تجاوبينها هذا أول سؤال فقريها كذا بشكل سريع أخذي فكرة وهذه مرة مهم تتدربون عليها وقت التدريد لما تحطوا لكم خطة إنه كيف تقرون الأسئلة أو تاسك الأول كذا بشكل سريع تفهمون الفكرة تفهمون النقطة عن أو المحتوى حق التسجيل قبل ما يبدأ التسجيل أنا معكم دقيقة واحدة لما يبدأ التسجيل ركزوا على الإجابات إنكم تسمعون للإجابات لا تركزون إنكم تسمعون التسجيل كامل وتفهمون القصة كاملة لا أحاول إنكم تدورون الإجابات يعني أسمعون للإجابات طبعاً هم بيعطونكم ورقتين وورقة الأسئلة وورقة الإجابة نصيحة شخصية أنا كنت أكتب الإجابات في ورقة الأسئلة لأنه بعد بعد ما يخلص التسجيل نفس الشي بيعطونكم ناس يصراحة 30 ثانية أو دقيقة تنقلون فيها الأجبل وورقة الإجابات نفس الشي تدربون إنه تكون الكتاب تكسر يعني طيب الشي الآخر ركزوا ركزوا إذا الفراغ يطلب كلمة أو كلمتين يعني هذا أتذكر إنه أكثر شيء نقصت عليه طبعاً أنا ما عارف إذا أنا نقصت عليه أو لا بس استبهت أو استوعبت بعد الإختبار إنه لا ولا task كان مطلوب كاتبين بين قوسين إنه إذا one word أو two words إذا كلمة أو كلمتين الفراغات فركزوا إذا هي كلمة أو كلمتين ركزوا طيب الشي الثاني أواكم تركزون إنه لما تجون تنقلون من ورقة الأسئلة إذا بتسوين نفس حركتي تكتبون في ورقة الأسئلة بعدين بعد التسجيل ما يخلص تكتبون في ورقة الإجابات ركزوا إنكم تنقلون في نفس الأرقام الصحيحة نفس الشي هذا غلط أنا قلت تطحت فيه لما جيت أنقل الأجوبة لورقة الإجابات يعني سويت skip الرقم فقمت عبيت كل الإجابات غلط لأنني نسيت skip سويت skip السطر أعتقد والله العالم يعطنكم أكثر من دقيقة لما تنقلون لأنني أذكر أنها طولت يعني خمس دقائق عشر دقائق هذا بالنسبة للسنينج فخلنا أخذ الحين مثال نختبر فيه سوا ناخذ فكرة كلنا عن طريقة التسجيل كيف حيكون عادة أن لا يكون شخص واحد أحيانا تكون محادثة بين شخصين طبعا هي 3 tasks task الأول سهل task الثاني متوسط task الأخير غالبا هو اللي يكون أصعب واحد أنا ما أقول أنه بيكون دائما صعب بس أنه مقارنة بالtask الأول والثاني هو أصعب شيء وغالبا تكون محاضرة في جامعة مثلا اللي هو task الأخير وهذا ينطبق على كل الأقسام أنه task الأول سهل task الوسط medium task الأخير هو أصعب شيء ما عادة writing لأنه writing أساسا two tasks هذه ورقة الإجابات اللي أقصدها يعني مثلا لما تجين تنقلين الأجوبة واحد تنتبهين أنه رقم واحد تنقلينه في واحد رقم اثنين تنقلينه في اثنين أنا ظاهر ما يسوي skip فعلى أساسا قمت عبيت الباقي كمه وغلط طيب تو رجعت للفورمات حق الليسنينج أبتأكد هو ثلاثة أو أربعة طلع لها أربعة تسجيلات وفعلا هم متوقعين أنكم تكتبون في ورقة الأسئلة الأجوبة عشان كذا هم معطينكم extra 10 minutes تنقلون فيها أجوبتكم للأربعين سؤال كاملة اختبار الليسنينج كامل رح ياخذ نص ساعة تقريبا طيب الريكوردينج الأول حيكون محادثة عادية بين شخصين عن الأشياء اليومية مثلا عن الجو عن السوبرماركت عن المقاضي عن أي شيء شيء يومي يعني حتكون مرة بسيطة الريكوردينج الأول وغالبا الأجوبة يقولونها حتى تكون واضحة الريكوردينج الثاني نفس الشيء محادثة عن speech غالبا هتكون monologue about everyday social context يعني بشكل اجتماعي أو حدث اجتماعي ممكن نقول الريكوردينج الثالث اللي هي conversation محادثة up to four people ممكن تكون المحادثة بين أربعة أشخاص طيب الريكوردينج الثالث ممكن يوصل إلا أنه يكون بين أربعة أشخاص هتكون عن مثلا يونيفرسيتي مشرف في الجامعة ستيدنت يناقش في أسايمنت الأخير سيكون عن academic subject مادة academic مثلا كانت مثل ما قلت لكم محاضرة في جامعة طيب طيب إيش طبيعة التاسك أو إيش طبيعة الأسئلة كاتب لكم هنا الـ question type are used chosen from following اللي هي multiple choice ممكن يكون matching تحولين توصلين أو تربطين الفكرة ممكن يكون في map أو diagram زي خريطة labeling أنتي حتسوين زي أنه حتحطين الرمز أو على إيش تدل في الـ diagram ممكن في الـ table أو flow chart ممكن sentence completion اللي هو أملأ الفراغ الماركس حتكون أنه one mark لكل جواب one mark تحسين أنك فوتتيها عادي روح اللي بعدها روح اللي بعدها إذا عرفت مثلا الجواب السؤال اللي بعدها بس اللي قبلها تحسين أنك ما سمعتيها سهيتي أو هو جستي عادي نهاية الاختبار حاول أنك تخمنين إيش يكون الجواب بس ما تتركين شي فاضي أهم شيء ما تتركين شي فاضي في اللسن دي بخلنا أخذ الحين اختبار مع بعض طبعا في تعليمات على كل ورقية اختبار أنه الـ IELTS test will take about 30 minutes you will have extra 10 minutes to transfer هادي الـ instruction do not open this paper write your name الكانددت نمبر لما تسجرون في الـ IELTS أعطوكم كانددت نمبر استمعي للإنستركشن carefully طيب خلنا أخذ البارت الأول أوكي هذا التسجيل وهذه الأسئلة تحت يلا طيب نبدأ الاختبار سواء يا ربي يا ربي يا ربي فجأة لزمح المختفل test 1 you will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear there will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work all the recordings will be played once only التسجيل رح يشغلونه ترى مرة واحدة بس يعني ما تقدرين تطبين أنهم يرجعون يشغلونه مرة ثانية أو أنك فوتي شي ما سمعت طبعا مثل ما قلت لكم رح يعطونكم دقيقة قبل ما يفتحون التسجيل أنت معاك الآن ورقت الأسئلة طبعا رح تأخذين فكرة سريعة أول شي رح تقرين أنه write no more no more than two words or a number يعني يا كلمة يا كلمتين يا رقم بس مو ثلاث كلمات for sure طيب خلنا أخذ فكرة بشكل عام مكتوب معطينك هنا أول سؤال express train leaves at رح تعرفين أنه وقت رح تعرفين أنه وقت nearest station is رح تعرفين أنه اسم station number 706 bus goes to رح تعرفين أنها destination أو مكان رح يتجهله number كذا bus goes to station هنا رح تعرفين أنه رقم early bus leaves at timing واضح أنه حيكون وقت طيب إلي بعدها completion the table below complete the table below write no more than one word or a number يعني كلمة أو رقم ما هي كلمتين نهائي هنا واضح أنه رح نكتب عن قيمة التكتس البس مثلا الكاش فير كم رح تكلف بس بالكارد فير رح تكلف one dollar وهكذا يعني مثلا هنا الترين قاعدين يقارنون واضح أنه حتكون فيه مقارنة مثلا هنا الترين off peak before 5 p.m. or after نفس الشي وقت وكم حتكلف هنا قلنا بالكارد وهكذا طيب فنشغل التسجيل The test is in four sections At the end of the test you will be given ten minutes to transfer your answers to an answer sheet Now turn to section one Section one You will hear a conversation between a clerk at the inquiry's desk of a transport company and a man who is asking for travel information For قالك حيكون التسجيل الأول في محطة كطار رح يكون ما بين البائع والمشتري فأنت هنا يعني جهزوك أنه حتكون المحادثة بين شخصين First you have some time to look at questions one to five You will see that there is an example that has been done for you On this occasion only the conversation relating to this will be played first Good morning Travel Link How can I help you? Good morning I live in Bayswater and I'd like to get to Harbor City tomorrow before 11 a.m. Well to get to Bayswater No, no I live in Bayswater My destination is Harbor City Oh قال My destination is Harbor City هم رح يطلونكم مثال كده بدأت التسجيل عشان بس تاخدون فكرة طيب نكمل Sorry, right So that's Bayswater to Harbor City Are you planning to travel by bus or train? The man wants to go to Harbor City So Harbor City has been written in the space Now we shall begin You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time Listen carefully and answer questions one to five Good morning Travel Link How can I help you? Good morning I live in Bayswater and I'd like to get to Harbor City tomorrow before 11am Well to get to Bayswater No, no I live in Bayswater My destination is Harbor City Oh sorry Right So that's Bayswater to Harbor City Are you planning to travel by bus or train? I don't mind really Whichever option is faster I suppose Well if you catch a railway express they'll get you there in Yes If you can make the 9.30am express I'd recommend you do that Great Which station does that leave from? Hellendale is the nearest train station to you Did you say Helen's Okay Now she added an answer to the first question She said the train leaves at 9am So it's at 9am The nearest station is what happened? Harvard Dale I think it's Harvard Dale station He said he said what is the station Trail? No Hellendale Hellendale H-E-L-E-N-D-A-L-E What's the best way to get to the Hellendale station then Well Hang on a minute while I look into that Now it seems to me that you have two options Option one would be to take the 706 bus from the Bayeswater shopping center to Central Street When you get there you transfer to another bus which will take you to the Central Street I'll give you the number three which is Central Street goes to Central Street Now I'll give you the number to the bus to go to the station although it's not don't mind walking a couple of kilometers is to go directly to Central Street and get straight on the bus going to the train station Okay Which bus is that? The 792 will get you to the station I guess the walk will be good for me so that might be the better option What time do I catch the 792? There are two buses that should get you to the station on time one just before nine o'clock and one just after but look at that time of the morning it might be better to take the earlier one just in case there's a traffic jam or something The 855 is probably safer than the 905 The 855 855 AM تكتبون هذه بالنسبة للتاسك الأول أو التسجيل الأول غالبا بتشوفون زي كده مرة سهل مرة سموذ غالبا رح تعطي الأجوبة الطريقة مرتبة وراء بعض التاسك الثاني والثالث لا ممكن أثناء التسجيل يعطونكم جواب رقم أربعة بعدين يعطونكم جواب رقم واحد بعدين وهكذا ليش نقول لكم اقرو أو خذوا فكرة عن الأسئلة قبل مثلا أنا كنت وقت الاختبار كنت لازم أحط دائرة عشان أعرف مثلا آت خلاص أعرف أنه آت مدحان مثلا nearest station لازم أحط هنا دائرة على nearest طيب number عرفت لما أقصد keywords أشياني keywords أنه مثلا 706 عشان لما تقول 706 خلاص هذه keyword تنبهني لما أسمع التسجيل أو لما تقولها في التسجيل number أنتبهنه number early bus لأنه هو عطت ترى تقريبا ثلاث خيارات أنه فيه two buses واحدة الساعة 9 وواحدة بعد الساعة 12 بس earliest bus earliest bus قالت له 855 AM فحطوا يعني سحطوا خط أو حطوا دوائر على الkey words اللي تحسنونها keywords طيب نجري للي بعدها الآن واضح أنهم رح يقارنون بين الكاش والcard رح يقارنون بين إذا راح بالbus أو بالتنين أو إذا راح بالسفينة إذا كان tourist سياحي كم رح ياخذ وهكذا فخنشوف الآن طيب لاحظت أنه task الأول two words أو number أغلبها كانت two words مثلا هنا nearest station اللي هي هلنديل station كانت كلمتين هنا كان في number بس هنا مكتوب not more than one word أو number فخنشوف الآن التسجيل now listen and answer question six to ten by the way how much will I have to pay in fares well you can get a ticket on the bus for one dollar eighty cash and you'll need ten dollars each way for the train wait do you have one dollar in cash عطت عطت هي هكذا فone يتحطينها رقم يتكتبينها كلمة one فهذا لو بيروح في البس هل تحطينها هل تحطينها هل تحطينها well that'll make it considerably cheaper then the bus will cost one dollar fifty each way and the train will be the train to harbour city will still cost ten dollars because you'll be travelling during peak hours in the morning so no savings there I'm afraid however if you could come back at an off-peak time what does that mean well if you could start your return journey before 5 p.m. or later than because you'll be travelling during peak hours in the morning so no savings there I'm afraid however if you could come back at an off-peak time what does that mean well if you could start your return journey before 5 p.m. or later than half past seven in the evening actually I wasn't planning on أعطتوا هنا الوقت اللي هو half past seven اللي هي سبعة ونص رح نكتبع سبعة ونص واضح أنه الآن رح تعطي ال كم بتكلف للوبحاس البطاقة سبعة ونص نورة ونص طيب إحنا وش قلنا عن التسجيل الرابع قلنا غالبا حتكون محاضرة في جامعة أو يعني دكتور يلقيها رح يقولون لكم الآن التسجيل رح يكون يعلمونكم يعني التسجيل هذا رح يغطي أي أسئلة هل هي يغطي من 31 إلى 35 ولا يغطي من 31 إلى 40 وهكذا بس عشان تعرفون وبيعطونكم already one minute فتقرون من مثلا 31 إلى 40 إذا هو قال فأول شي رح ننتبه أنه one word ما هي two words ما هي numbers one word واضح إن المحاضرة رح تكون عن time time perspective رح يتكلامون واضح عن past present future أوكي طيب الأسئلة من 36 إلى 40 choose the correct letter we are all present هم دعيش نختار A أو B أو C وهكذا أوكي فخلنا بدأ الحين نسمع التسجيل خلاص أخذنا فكرة listen carefully and answer questions 31 to 40 سمعت أشكال listen carefully من 31 إلى 40 فناخذ فكرة أخذنا فكرة يعني قرردي من 31 إلى 40 عن إيش الأسئلة أول واحد أملأ الفراغ وثاني واحد mental choice أشكال ترى هنا قال key word the first two يعني رح نعرف أنه ال past رح يتكلم عن positive وشي ثاني طبعا قلت لكم ممكن أحيانا نقدر أحيانا نقدر نخمل بما أنه الأولى positive يتكلمون عن الشخصية positive طيب أكيد أو تحسون منطقي أنه الشخصية ثانية ستكون negative ليش لأنه إيش الخصائص حقت الشخصية focus on disappointments و failures and bad decisions يعني تركز على الفشل على الإحباطات على الإختيارات الخطأ لأنه positive هي اللي تفكر والله بالgood times بالbirthdays بالfamily records الفوتو آلبوم فكذا أنتوا تسبقون شوي أو ولا نفرض أنه أنتوا فوتوها كنتوا تحسون وفوتوها منطقيا ستحسون أنها positive فأكيد الثانية negative هذه اللي أنا أكصدوله من أقول أنه عادي عديتي واحدة مثلا ما انتبهتي لها لما جيت ترجعين خلاص في الآخر عشر دقائق لما جيت ترجعين تبين تعبين العجب واللي قاتي جواب والله ما لحكت تسمعينه حاولي حاولت خمين أشهر ممكن يكون الجواب إضافكت ترجمة نتوالي منطقيا منطقيا Markية ومصر ترجمة وممتاز ويجربة أشهر هماس منطق قد تم افي خمين ويجب 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 من حيث في المقل 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 منطق اشهر من المقل ترجمة بإذن ترجمة رائع سالك بإذن صنع يمان ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 عندنا هنا أول سؤال تقريباً رح تلاقونا بأول 2 بارغراف ثاني سؤال تقريباً رح تلاقونا بثاني أو ثالث بارغراف وهكذا يعني حتكون بالترتيب تعرفون أنه أول سؤال وين تلاقونه اللي هو تقريباً أول 2 أو 3 بارغراف وهكذا النصيحة الثالثة لما تجون تقرون في القطعة اقروا أول وآخر جملة من كل بارغراف ليش؟ لأنكم رح تأخذون فكرة كل بارغراف عن إيش يعني مثلاً زي هنا يقول لك this can take many forms القطعة أساساً إيش عنوانها؟ عنوانها اللي making time for science أول جملة اللي هو like something from a science fiction novel perhaps short-term rhythms of time and their effect on flora and fauna ما أعرف إيش flora and fauna عادي عادي نكمل البرغراف اللي بعدها this can take many forms marine life marine life اللي هي الحياة البحرية for example it's influenced by tidal patterns آخر جملة مثلاً a third group are known as they thrive in low light of dawn and dusk and remain inactive of other hours أو أوكي عرفنا هنا أنه والله أول بارغراف رح يتكلم عن حياة الألمالس أو الحيوانات البحرية يمكن في عندنا a third group يعني هذا معناته أنه فيه two groups قبل وهكذا البرغراف اللي بعده when it comes to humans okay هنا رح يتكلم عن الإنسان chronobiologists are interested in what is known as circadian rhythm okay في شيء اسمه هنا circadian rhythm الجملة الأخيرة من البرغراف but becoming alert and focused by evening this is a benign variation within a circadian rhythm known as chronotype أوكي هنا رح يتكلمون عن شيء اسمه circadian rhythm وفي له humans في عندنا نوع اسمه chronotype ممكن تلقطون كم تي word unite people اللي هي الكركادي ما عرف circadian فاللي بعدها طيب نيجي الحين لحلل الاختبار أول سؤال اللي هو do the following statement agree with the information given in reading passage one نرجع أكيد للreading passage one اللي هو أعتقد هو هذا answer true false أو not given الأسئلة من واحد إلى سبعة okay true إذا statement agrees with the information false إذا it contradicts contradicts تتعرض يعني وnot given إذا ما كان في أي معلومات عن هذه المعلومات طيب هذه من واحد إلى سبعة أول شيء chronobiology is the study of how living things have evolved over time طيب نرجع هنا طيب هنا في البراغراف الأول chronobiology might sound little futuristic something from science fiction it's actually a field of study that concern one of the oldest processed life on this planet صح فهو how living things فأول جملة حتكون true لأنها it's given وموجودة طيب السؤال الثاني the rise and fall of the sea levels affect how sea creatures behave طيب نحن قرأينا هنا أنه في براغراف خاص للحيوانات البحرية فهنا يبغانوا يعرفون أنه هل ارتفاع البحر أو انخفاضة affect يأثر على المخلوقات البحرية أو لا طيب نرجع هنا مثلا نحاول ندور كلمة مثلا sea level نحاول مثلا how it behaves marine life for example influenced by tidal pattern animal tends to be active or inactive depending on position of sun or moon يعتمد على position of sun or moon ما قالوا شي عن مستوى البحر during sunlight hours ما قالوا فهنا نكتب it is not given ما هي false ما هي غلط لأنه ما قالوا شي عن sea levels أساسا نجي الآن نتكلم عن قسم writing writing عبارة عن two tasks نفس الشي مدتها ساعة كاملة بس هذي بعض النصائح يقول لك don't spend أكثر من 20 دقيقة على التاسك الأول وأنا نصيحتي أبدو بالتاسك الثانية أول شي ليش لأنه أول شي هي اللي عليها الدرجات أكثر هي اللي عليها عدد كلمات أكثر لأنها تقريبا 250 كلمة وهي اللي لازم تجدون حالكم فيها أكثر ونصحتي هي اللي تدربوا عليها أكثر وهي اللي شوفوا عليها examples أكثر طبعاً راح يطنكم مرقة خارجية وكل مصاص تكتبون الترتيب حيكون في الرايتنج التاسك الأول راح يعطنكم يا جدول يا خريطة ذهنية وعلى أساسها يعني you analyze it تحللونها وتكتبون التحليل طيب ناخذ مثال على تاسك ون تاسك ون مثلاً هنا مثل ما نشوف هذي تارت أوكي هنا واضح أنه في عدد السنوات هنا يمكن ارتفاع الأسهم كم كلفت واضح أنه احنا هنا عندنا أربع شركات اللي هي الفيسبوك جوجل أبل وياهو بعدين يعلمنا عن إيش the graph above shows the stock price أوكي سعر الأسهم of four technology companies حقاً أربع شركات للتكنولوجيا ما بين عام 2011 و2016 يلا summarize it طبعاً هنا راح نكتب الأفكار الرئيسية حقاً اللي كان واضح لنتو طبعاً التاسك ون ما فيه conclusion فيه بس introduction بعدين عبر عن three paragraphs you summarize the ideas اللي موجودة في الصورة اللي قدامك كيف يعني هنا مثلاً اللي كان كاتب هذا الجواب أخذ تسع في الwriting أو عادةً أول جملة هي أسهل جملة أنتو راح ترجعون تكتبون الكلام اللي هم كاتبينه بس بطريقة مختلفة مكتوب the line graph displays the stock values of four different high tech corporation from 2011 to 2016 انتي هنا حددتي إيش نوع الجراف اللي هو line graph بعدين احنا كانوا كاتبين technology companies هنا هو كاتب high tech corporation ما كتب المؤسسات أو companies كتب corporation اللي هي كلمة ثانية المؤسسة طبعاً هذه انتي هنا عرفتي عن إيش هيكون الجراف طيب الشي الثاني overall facebook value steadily increased while yahoo decreased يعني هي أغلبها أنتي قاعدة تقارنين أو قاعدة تنقديين هل هي increase decrease هل هو it went up it went down مثلاً بحطيتم جانب بعض عشان نفهم أكثر إيش لما قالتو أنه الفيسبوك steadily increased steadily يعني increased زادت بشكل ثابت هذه الفيسبوك اللي لونها أخضر فesteadily increased ولكن مقارنة في yahoo yahoo اللي لونها أزرق decreased يعني قلت الأسهم طيب هذا أول شي هو نقدة في الparagraph بس الابل stock اللي هي اللون الأصفر price fluctuated يعني يا ما ارتفعت يا ما نزلت throughout the period وGoogle stayed unchanged يعني الابل اللي هي لونها أصفر يعني يا ما اطلعت يا ما نزلت يا ما نزلت ولكن Google stayed unchanged ما اتغيرت صفر ما فيها لا أرباح ولا خسارة هذا الparagraph الأول الparagraph الثاني جاب يتكلم عن الحين بالتفصيل أكثر أنه الفيسبوك started at the period approximately 750 أنه فيسبوك أول ما بدت بدت تقريبا 7500 اللي هي اللون الأخضر فتقريبا ما بين 5000 و10000 تقريبا هو قال 7500 أنه فيسبوك بدت طيب 7500 وكينستنتلي موفد أب ان فاليو year on year to reach a peak of 20,000 in 2016 يعني هذه الجملة صراحة مرة حلوة أنه فصل سهم فيسبوك كيف أنه يرتفع 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 إلى أن وصل أعلى شيء اللي هي 20,000 في سنة 2016 هم كذا يبغانكم بالضبط في التاسك الأول تسوون صراحة الجملة الأولى هنا اختصرت بعدين مسك ياهو ياهو بيقان the recorded period a very similar value to Facebook but in contrast زي كذا كلمات لازم تستخدمون بنات انو in contrast ان شاء الله أنه أنا أجل الملف اللي عندي اللي فيك الكلمات كلها اللي تساعدكم في التاسك 1 صراحة أنا حفظتها حفظ يعني صراحة حفظتها حفظ الكلمات والجمل مرة فادتني حفظت حفظ أنا صرت أعرف متى أستخدمها لأنه غالبا مثل ما هذا أنه يولدسكرايب أنتو راح توصفون أي شارت راح ياربونكم إياه liner chart لازم تعرفون حتى أنواع الشارت أسميها هذا البار شارت اللي زي كذا اسمه line chart اللي زي كذا نعرف أنه اسمه pie chart مثلا table ممكن يعطونك table فممكن كذا تبدون الجمل حقتكم فالintroduction مثلا this chart أو table أو map it describes it illustrates it shows it according to وهكذا صح أني قلت أنه ما فيك conclusion بس عشان تنهونها ممكن تقولون overall to summarize on the other hand in total شفتوا هذه الأشياء حفظوها حفظ بنات إذا صار في حركة مثلا زي الأسهم it went up it increased it rise هنا go down مثلا لو انخفضت الأسهم يعني مثال على اللي تو it went down it decreased طيب كيف it decreased هل it decreased rapidly بسرعة هل it decreased مثلا dramatically steadily steadily يعني ثابت gradually بالتدريج وهكذا هنا لو كانوا معطينكم map map وتصفونها خريطة مثلا just outside and close to surrounding located مثلا هنا لو كان location بس عشان you describe it مثلا main road railway city center town وهكذا طيب نيجي الآن للتاسك 2 اللي هي أنصحكم تبدون فيها لأنه عليها 40 دقيقة معكم 40 دقيقة تكتبون أو أنا يفضل لكم كذا تقسمون وقتكم 40 دقيقة على تاسك 2 20 دقيقة على التاسك الأول هذا مثلا مثال على تاسك 2 يعطونكم أنه write about the following topic اللي هو ايش a person worth nowadays seems to be judged according to social status يعني الآن قيمة الشخص في هذه الأيام احنا نحكم عليها بناء على الحالة الاجتماعية للشخص to what extent do you agree or disagree إلى أي مدى أنت توافق أو تختلف مع هذا الرأي طيب إذا you agree طيب عطينا أسباب إجابتك مثلا عطي examples from your own knowledge or experience طيب هذا الجواب للسؤال مثل ما تشوفون هو تقريبا فيه أربع بارغرافات البرغراف الأول introduction البادي عبارة عن two paragraphs بعدين الأخير طبعا لهو النهاية طيب في الانتردكشن قال given the power and influence of the super rich اللي يكونون مرة أغنية بما أنه عندهم القوة والتأثير it might seem if social status and material positions are the new symbols of personal worth بما أنه عندهم القوة والله والتأثير يمكن في هذه الأيام الحالة الاجتماعية هي اللي يعني تعطي للشخص قيمته ولكن ولكن in everyday life I do not think this is true في الحياة اليومية أنا ما أعتقد أنه هذا صحيح يعني مبدئيا هو خالف الرأي اللي قبله شوي طيب الآن رح يعطي الأسباب مثلا ويعطي أمثلة مثلا most celebrities المشاهير today are admired for their material wealth or position أنه الناس معجب فيهم عشان الغيط طيب هنا أعطي أمثلة مثلا على المشاهير بس many of these people are known to turn their backs on friends cheat on their spouse or spend their evenings over indulging alcohol أو drinks أنه على أنه عندهم القوة والتأثير إلا أنه ممكن أنه مثلا يخون صديق يخون الزاج أو الزاجة أي أن كان بس بالأخير many readers of gossip magazines who reinforce these ideas يعني الناس التي تجرى لهم هي لك تتشجع هذا الشيء but nevertheless عموما I do believe that in their day-to-day life most people still believe in values يعني في الأيام العادية أنه I still believe أن القيم مثل الانور مثل الkindness التrust الثقة in some ways most of us want to form loving families raise our children to be good citizens أنه بشكل عام day-to-day life في عندنا لسه صفات أخرى ممكن هي اللي تحكم على الشخص من خلالها أو يعني أوكي اللي فهمناه الآن من البراغراف الأول أنه عطى مثال على مين اللي يكونون super rich واللي احنا نحكم على قيام هم الشخصية based on power والinfluence عطى مثال اللي هما celebrities ولكن celebrities ممكن ما يكونون crazy وممكن هما اللي يكونون friends الزوج أو الزوجة ولكن اللي مين اللي يعني شجع هذه الفكرة اللي هما الـ gossip magazines و celebrity blogs who reinforced these ideas يعني احنا اللي شجعناها احنا اللي نقرأ هذه المجلات هذه البلوغز احنا شجعنا هذه الـ ولكن بالمقابل لسه في قيم اجتماعية اللي هي day-to-day lives لسه في ناس old-fashioned يعني من الإقدام انا لسه ممكن احكم على الشخص الإقدام من القيم الشخصية حكته مثلا مناحة الثقة مناحة الاخلاق وهكذا انه مو كل شي مثلا الفلوس فهو اختصر فخلاص يبين هيها انه ان ان اجتماعي انه اوكي اي بليف انه الى الان انا اصدق انه الى الان في ناس old-fashioned يعني من الطراز القديم لو بنترجمها حرفيا انه في ناس الى الان من الطراز القديم ما زالت تعامل الشخص القدامها او قيمة الشخص القدامي بناء على التعامل مثلا او بناء على الkindness او بناء على هذا فهذه بالنسبة لل task 2 task 2 تقريبا 250 كلمة فعبارة عن مثل ما قلت لكم introduction body body عبارة عن two paragraphs conclusion عشان ما تحترون مهم مرة تكتبون conclusion في task 2 بعكس task 1 طيب نجي الاخر part في الالس اللي هو speaking speaking عبارة عن خنقل three parts بس الاثنين اللي بالنص هذول يعني تقريبا نفس بعض الpart الاول will answer questions about yourself and your family اسئلة مرضة عادية talk about yourself talk about the city you live in talk about your family ف مرة سهلة بس نفس الشيء اللي سيبغاه لها تدريب لانه رح يقيمونكم على اللي fluency انكم متأتقون واذا حسيتوا انه ما في كلمات لاتقولون لا اسكتوا اسكتوا الان تجي الكلمة وقلوها ولكن لا تطولون بالسكوت لاني ابغى اقول لكم نصيحة ثانية لا تسكتون جديا لا تسكتون الان هي تقولكم خلاص stop خلاص يلا next question لانه ممكن تنقسكم انكم مثلا جاوبتوا بسرعة وسكتوا فاخذوا وقتكم وانتوا تجاوبون بارتوا you want to speak about a topic تعطيك topic مثلا تقولك يلا وقت تكلمين عن الفاشن الفاشن الثاني رح تعطيك بتقولك i will give you two to three minutes to talk about fashion رح تتكلمين عن الفاشن انت تحسين two to three minutes قليلة ولكن اذا جيت تدربين تحاولين تتكلمين two to three minutes تحسين انه ما في كلمة تقولينه عن الفاشن مثلا انا مثلا واحدة من المواضيع انه اتكلم عن الجينز 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 مطلون الجينز فقعدت اقولي وش اتكلم دقيقتين ثلاث دقائق عن الجينز طبعا تأت وخلصت بدري كده جلسنا كده الناظر بعضا وياها طيب بعد ما تتكلمين مثلا عن الفاشن بعدها هي رح تبدأ تتناقش معاك عن topic اللي اعطتك اياه اللي هو فرضا fashion you will have a longer discussion about the topic او لحظة قبل ما ناخذ مثال part 2 في طريقة اسمها ppf ppf اللي هي مرة ساعدتني صراحة ppf اللي هي past present future يعني مثلا اذا قالت لي يلا تكلمي عن الفاشن تعطيك ورقة وقلم بتقولك يلا one minute اكتب فيها افكار تساعدك يعني كده بس key words في هدقومين تكتبين ppf اللي هي past ممكن تكتبين in the past انه when I was a kid I used to love I used to love watching fashion shows in the present I want to go to a fashion show in London مثلا يعني في الحاضر in the future I hope يكون عندي مثلا I hope that I will become a designer I have a fashion line اللي تعلمت منه طريقة PPF اعتمدوها طريقة PPF وتدربوا عليها لما تجون تدربون عن speaking part 2 طيب part 1 غالبا انه يلا تكلمي عن نفسك انت لما تكلمين عن نفسك تتكلمين عن hello my name is Sarah I'm 28 years old I live in Riyadh Saudi Arabia which is the capital of Saudi Arabia it is pretty hot in here in summer and in winter the cold يعني اسهبوا 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 يعني مو بس talk about yourself hi my name is Sarah and I'm an occupational therapist تسكتون لا اتكلموا يعني باختصار اتكلموا انه يتسكتكم او هو يسكتكم اهم شي انكم متأتوا طيب كذا احنا خلصنا عن ال IELTS ان شاء الله اني غطيت كل الاقسام طريقة سهلة ان شاء الله انكم فهمتم اذا فيه اي سؤال انا حاضرة بس شيء اخير ابغى اوريكم اياه اللي هو في موقع اسمه Take IELTS .britishcouncil.org راح تلاقون هنا في محاضرات مجانية لل IELTS اتجهزكم لها طبعا من هنا راح تسجلون انكم تدخلون للwebinar وهنا فيه جدور بكل التواريخ طبعا احنا الان نوبمبر نوبمبر 25 راح كانوا اتكلموا عن vocabulary and introduction بس 2 ديسمبر راح اتكلموا عن writing task 2 9 ديسمبر عن listening 16 ديسمبر عن speaking فبحط لكم الرابط ادخلوا وسدله هنا واحضروا احضروا هذه الاشياء كلها مرة راح تفيدكم وتدرب الله يسهلكم يا رب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة